الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حميده سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما قدرناك حق قدرك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك يا الله سبحانك يا من تكفلت بالأرزاق والأقوات سبحانك يا من ترزقنا وترزق الكائنات من فوق سبع سماوات سبحانك يا الله سبحانك يا ذا العزة والجبوت سبحانك يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليه فإنه لا يعز من عديت ولا يذل من هو عليه نستغفرك اللهم ونتوب إليه اللهم إنا يا ربنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدد فينا قضاءك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وذهاب همومنا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا جذيسا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله أمامنا يكودنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا يسوقنا إلى النار اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن اللهم وسع أرزاقنا بالقرآن اللهم أكرع اللهم أكرع علوننا بحسن تربية أبنائنا على كتاب الله وعلى سنة نبيه الكريم اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن اللهم ارزاقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا وألبسنا اللهم به الحلل وأسكننا به الظلل اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام ونحن في مقامنا هذا نسألك أن تعصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم إن من عبادك من يحارب دينك في كل مكان ولا ناصر لدينك إلا أنت يا الله اللهم عليك بكل من يحارب دينك في هذه البلاد وفي بلادنا وفي كل مكان اللهم عليك بكل من يكيد لدينك ويتآمر على دينك ويحارب دينك في هذه البلاد وفي هذه وفي كل مكان اللهم عليك بالمنافقين والمشركين والكافرين والملحدين والذين يصدون عن دينك يا ذا الجلال والإكرام أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم هلئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه الإسلام ويذل فيه أهل الشرك والعصاة وأهل الطغيان يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا نسألك ونحن في مقامنا هذا أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اغفر اللهم لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اغفر اللهم لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم لا تحرنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا رد اللهم نساء المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا وطهر اللهم قلوبنا من الشرك والنفاق والرياء اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق والرياء واملأ اللهم قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاةنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا اللهم مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم توفنا يا ربنا برحمتك مع الأبرار اللهم إن كنت كتبت لنا أجر هذه الليلة فاجعل لنا منها أنفر الحظ والنصير وأعن اللهم على ما بقي من رمضان اللهم ارزقنا طاعتك ومرضاتك على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر